حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيدي بن أسلم قال سفيان مرة عن بصر أو بصري بن محجأ ثم كان يقول بعض عن أبي محجأ أدي لي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصل فقال لي ألا صليت قال قلت يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال فإذا فعت فصل معهم وجعلها نافلة قال أبي ولم يقل أبو نعيمين ولعبد الرحمن وجعلها نافلة